لمسند يقتل في الجميع جيش الاحتلال جيش الاحتلال ينتهي جميع الحقوق جيش الاحتلال ينتهي جميع قواعد ومبادئ القانون الدولي والإنساني جيش الاحتلال يعتدي تعدي سافر بإجرام على حرية الصحافة والإعلام جيش الاحتلال لا يعترف أبداً أن لك حق أن تعبر الرأي جيش الاحتلال يقتل وقتل شيرينة بعقلة وكان سيقتل أيضاً ثلاثة آخرين مع شيرينة بعقلة اليوم فعلها في الماضي ولم يحاسبه أحد اغتصب الأراضي ولم يحاسبه أحد احتل الأراضي ولم يحاسبه أحد يجد مساندة من مجتمع دولي المجتمع الدولي النهارده ينطفض ولكن في الدهاية لن تحاسب إسرائيل على هذه الجريمة وأنا بقول لكم من بدري ما حدش هيحاسب إسرائيل إسرائيل يا ما احتنت أراضي وقتلت المائة والآلاف هل تم حساب إسرائيل في يوم الأيام؟ لم يتم حساب إسرائيل وشرين أبو عقلة تاني شيرين أبو عقلة حاليا وانا بقول لحضراتكو اللي قتلها الجيش الاحتلال الاسرائيلي هم بيحاولوا النهاردة يقول لك مش احنا مفيش حد كان موجود في هذه المنطقة غيرهم مفيش لمقاتلين كان بواجهوهم ولا كان فيه اشتباكات فيه مخيم جينين ما كانش فيه اي شيء فهو جيش الاحتلال هو الذي كان بايده السلاح وهو الذي قتل بدم بارد شيرين أبو عقلة مراسل القناة الجزيرة القطرية شيرين نهاردة دفعت بتدافع عن شعبها بتنقل صوت وآهات الشعب الفلسطيني كانت مقاتلة بمعنى كلمة المقاتلة في ساعات الليل والنهار بتنقل آهات الشعب الفلسطيني بتنقل الضمار الصوت والصورة كانت امينة في رسالتها كانت اخر هذه كانت اخر صورة قبل دقائق قليلة كانت شيرين بتقوم بتجيز نفسها طبعا الخوزة والصدير الواقع من الرصاص وايضا اللي هو محدد بيبقى مع الصحفيين طبعا عشان القتلة يعرفوا ندون صحافة وعاز اقول لحضراتكم زملها علي او احد زملها اللي كانوا موجودين قال لك احنا عدينا على القوات الاحتلال الاسرائيلية عدينا عليهم ومشينا جنبهم عشان يشافونا عشان يعرفوا ان احنا صحفيين احنا صحفيين عشان ما يقتلوناش ولكن قرروا واخدين قرار ان احنا يقتلكوا قتلوا شيرين وكانوا يقتلوا للتلاتة اللي كانوا موجودين مع شيرين ابو عقلة رحم الله شيرين ابو عقلة خالص عزقنا للرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ولكل اشقان في فلسطين العزيز علينا وكل اشقان الشعب الفلسطيني الغالي والعزيز علينا بنعزيكم النهاردة لان شيرين لا تمثل فلسطين شيرين تمثل الجميع النهاردة الكيان الصيوني الاسرائيلي قتل شيرين زي ما عملها قبل كده مع محمد الدرة افتكروا في انتفاضة الاقصى في سبتمبر 2000 افتكروا الوقت ده انتفاضة الاقصى